استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم وفد مجلس اللوردات البريطاني بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد محمد بن دينة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة وفد مجلس اللوردات البريطاني إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة عشر من قمة حوار المنى ما الفين وثلاثة وعشرين والتي تناقش جملة من القضايا الاستراتيجية ذات الصلاة بدول المنطقة والعالم ومن بينها التعايش السلمي ومكافحة التطرف مشيد المعالي بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي وأطلع معالي الوزير الوفد البرلماني البريطاني على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلامة العامة لفتن الأهمية مواصلة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتناول معالي وزير الداخلية المبادرات والبرامج الأمنية والمجتمعية التي تنفذها وزارة الداخلية وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي موضحا أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزى من ثقافة المجتمع البحراني وتستقي السند والدعم من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من المسائل والموضوعات الأمنية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي موسيقى